اهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلوني أرحب بديو فانجمنا الكبار نقضنا رياضي الكبير الأستاذ محمد القوسي ازاك أستاذ محمد برحض حضرتك كله تمام ايضا نقضنا رياضي الكبير الأستاذ عب حكيم أبو عالم ازاك أستاذ عب حكيم كله كويس الحمد لله أستاذ محمد خليني أبدأ معاك وما نشاهده في كأس الأمم الأفريقية من مشاكل لا تحدث إلا في أمم أفريقيا فقط يعني حقيقة مشاكل كثيرة جدا مشاكل صادمة مشاكل لا تليق بتنظيم كبير جدا ما احترمنا طبعا للكاميرون وتقدرنا لكل الظروف الموجودة في القارة الأفريقية لكن لأول مرة نشاهد أشياء كثيرة جدا لا تليق بكاسر أمم الأفريقية يعني لما نيجي في ماتش مصر مثلا ونيجيريا وللقى الكرة بتتغير مرتين ثلاثة في المباراة حاجة بتحصلش حاجة في الدنيا يعني مفروض الحاجات دي حاجات بسيطة جدا وأفكار بسيطة جدا الحكام بيتمموا عليها قبل المباريات الكور ده أبسط حاجة جدا فلما حاكم كل شوية يأخذوا كورات لعبر الملعب والله ما يشوف تلعب بها ده حاجة الحاجة الثانية لما نلاقي تدريبات بتلغى لأسباب أمنية كتيرة جدا منها تدريب منتخب مالي قبل المباراة تونس منها تدريب منتخب تونس النهاردة بعد المباراة كان بيعمل معتاد أن يعمل حاجات استشفاء فطبعا منعوهم أنهم يتمرنوا علشان فيها حاجة ترابية تخش معا على الكورس التحكمية اللي حصلت النهاردة اللي حصل في مات شمالي وتونس شيء خيالي وشيء فاضح وشيء كاريسي وغير مسبوك على الإطلاق الحقيقة أن حاكم ينهي مباراة في الديئة 85 جان سيكيزوي الزامبي حاجة طبعا مهزلة بعد كالة 9 ساعة 8 فيعترضوا فيروح جاي مكمل فلما يجي يكمل كمان ينهي قبل ما يوصل للديئة 90 بثواني وما يحسب في وقت إضافي ووقت ضايع تقريبا نستمر من 5-6 دقائية فتحصل مشكلة تانية والحاكم يطلع بره الملعب ويقول أنا مش رجع تاني ومش ألعب ويروحوا جاي من الحاكم الرابع هل سأله أنه تعبان هيا سامر رشيدي زاملنا بالإعلام التونسي بقى لازم يلاقوا المباراة بس دي تقالت أنه تعبان وما قدرش يكمل تمام جيل حاكم الرابع يكمل واستدعى ودخل فريق مالي فريق تونس طبعا الإجراءات دي كلها طبعا فضيحة لكن شكلها قانوني يعني ما فيهاش حاجات تعيب الأمور المباراة كملت والراجل يكمل المباراة رفض منتخب تونس وفي الغالب تبقى للواح والقوانين منتخب تونس هو اللي يدفع التمن أنه خسر المباراة بفرق هدفين لكنها الحقيقة أشياء لا تليق بكأسهم الأفريقية الكل الآن يقارن بين البطولة التي نظمت في مصر 2019 والبطولة التي نظمت في الكاميرون لأن دي كانت أول بطرق 24 فريق اللي كانت هنا في قاهرة حقيقة مصر عملت تنظيم كبير جدا يمكن أكتر من حد تتكلم بشكل كبير جدا على التنظيم اللي كانت في مصر لكن ما ينفعش أن نقارر لأن مصر لها قدراته لها مكانت خاصة في التنظيم تختلف عن أي دولة أفريقية تانية لكن ما يحدث الآن في الكاميرون شيء غير طيب وغير مقبول على الإطلاق